نويه إليه لكن هناك كلام كثير في الغربال الحقوها الحقوها بجد لأنها تأخرت كتير الكرة المصرية يا جماعة محتاجة تتلاحق بجد أنت رجعت بقى عشان كده أنا فهمت أنت ليه معلقتش عالكلام اللي أنا قلته في الإنترو لأنه هو ملمس عندك هذا هو أصلا الملاوعة جاية منين ليه ما بيردش عليك بشفافية لأنه لو رد عليك بشفافية حيلزم نفسه بنظام مش عاين يلتزم هو بالنظام ده هو عايز يسيب الأمور ضبابية يحلها في حينه فالكلام خطير جدا ما بتردش على حد بأي حاجة لازم مالك عارف رئيس اللجنة بتاعته اتغير ليه ولا اللي قال لي بترد عليه هو نظام البطولات وناوي تطبق لو ويحك ولا مش نويها والتحكيم ما انتش عارف هيمشي ازاي وكل سنة يطلع لك حد يقول لك حنمشي وحد مالوش يعني مش مسؤول خالص ده واحد منتمي اللي كان يقول لك حنمشي كلاتنبرج حنمشي فريرا حنمشي تكلم على جمال الحميد بصرف النقل يعني هو اللي قاسف طلعت من جمال بس هو عبر به عن مجلسه عن كواليس ما هيش كده صحيح هقول لها حدفة بس هي متجهزة وقد كه ويرجع يقول لك البطولات ويرجع يقول لك الشفافية ما انتش عارف انت حتطبق السلامة المالية ولا لا ما انتش عارف ما انتش عارف ان انت يعني كل ما حد يكلمك يقول لك عايزين نغير القوانين يا أخي طبق الموجود ما تغيرش عاك طبق الموجود صحيح هتحل جزء كبير جدا من مشاكلك طيب جزء كبير من المشاكل يا جماعة الحضور الجماهير المحدود ما اسأل والاهلي خاطب اتحاد الكرة بالجاوبة اللي انتو شفتوه انه بيطالبهم بزل جهد مع الجهات الامنية المسؤولة لعودة الجماهير بالساعة الكاملة في المدرجات ليه لانه هو ده طبيعي للكورة هو ده وقود الملاعب والناس شافت انه او البعض اعتبرها دي مصلحة الاهلي في حين انه هي مصلحة لكل الفرق الاهلي صاحب الشعبية الاجبر ماشي بس هو الاهلي هيلعب 34 مباراة في الموسي فيهم 17 في ملعبه هو واخد الايراد بتاعهم و 17 مباراة للاطراف الاخرى طب ما الاهلي هيلعب مباراة جمهوره بيمولها بالزبط يعني هو الاهلي لما يلعب مع امبي جمهور الاهلي هيحضر لو هي مباراة امبي اللي هياخد الايراد امبي يعني مش الاهلي المستفيد العائد على الجميع كل الأندية تستفيد من مبارياتها مع الأندية الجمهورية الزمالك بيلعب مع طلاع الجيش مجمهور الزمالك اللي هيحضر لو هي مباراة طلاع الجيش الدخل لصلاح طلاع الجيش لو الإسماعيل بيلعب مع زد مباراة زد زد هو المستفيد من حضور جمهوري الإسماعيلية وهكذا يعني يا جماعة وإحنا بنتكلم على صناعة الكرة واحدة من الروافد الأساسية بتاعتها الدخل بتاع الجيد بتاع البوابة بتاع المدرجات فده مسألة مهمة جدا نهيكه على الناحية المعنوية والفنية المهمة لها حضور الجمهور الآلي اطلع بدوره ومسؤولياته وبعت يقول لاتحاد الكورة يعني المدش في الأمر يا سيد زبراهي الناس عمالة تنفق انفاق مرعب عشان تطور نفسها وعشان تجذب الجماهير إلى المدرجات يعني الغرض من تطوير الدور السعودي ان الناس روح بيجيبوا نجوم بمليارات عشان الناس روح في حين ان انت عمال بتحارب ان الناس تروح لا الناس روح واللي يغلط يتحاسب بمنطقة السرامة بالزبط بالزبط بمنطقة السرامة وانت بقت عندك الالية دلوقتي انت لو دلوقتي بتعد الشارع لو حصلت حادثة مش هتقفل الشارع هتفكر في نظام يسمح ان الناس تلتزم وبتدي غرامات للينزم العرصيت بتدي غرامات للعربيات اللي تتجاوز الاشارات عايز تزمط الاداء لكن نسيب الدنيا بعشوائيتها ونفضل يبقى سياسة التحجيم دي بتضر الناحية الفنية وبضر المستوى يعني انت وبعدين انت بيجي لك لحظة الاتحادات الاقليمية بتفرض عليك رؤيتها لكن لازم الفاينال دا يتلعب بالجماهير بيروحوا الجماهير والنين بتبقى زال فل واليوم بيبقى ممتع جدا والناس بتلتزم واللي ما بيلتزمش ما هي اندييته بتتغرب ما الاهلي والوداد والرجاء ومشارة ميت اتغراموا الاتحاد الافريقي اي والزمالك وكل الناس اللي جماهير حصل فيها تجاوزوا افريقيا اتغرامت ومبالغ كبيرة طيب الاهلي بعد جواب للاتحاد ومش بس كده الكابتن محمود الخطيب في كلمته في حفل تكريم الفرق الفائزة في النادي اتكى اكتر على هذه الجملة نشوف بمناسبة الكلام عن الجمهور الحقيقة احنا خطبنا اتحاد الكورة من اسبوع تقريبا وطلبنا منهم يتواصلوا مع الجهات الامنية علشان يكون الحضور الجماهيري في الموسم الجديد بالسعة الكاملة في كل المباريات ولكل الاندية في كل المباريات ولكل الاندية ليه لا واحنا هنخاطب كمان باقي الاتحادات الرياضية علشان زيادة الحضور الجماهيري في كل اللعبات والحقيقة الامن ورجاله المحترمين نجحوا بامتياز في كل التجارب في المواسم اللي فاتت والامن يملك من الكفاءة والقدرة على ده واحنا بنشكره على كل مساعداته ودوره الواضح في اقامة كل الانشطة الانشطة الرياضية يا جماعة الجماهير عنصر أساسي ورئيسي ولازم الجماهير ترجع بأعلى سعة والدولة المصرية وكل مؤسساتها الوطنية ما بتتأخرش وبتساعد على ده بس احنا لازم نعمل اللي علينا ونجهز نفسنا ونرتب كل حاجة صح قبل بداية الموسم الجديد وأنا أشارك الكابتن خطيب وغيره سائر الوسط الرياضي فيه تقديره والدور والمجودة الذي يبدله يبدله رجال الأمن لأن الحقيقة هم بيتكبده يعني عملت تنظيم المطشاط وحمايتها وامنها لا بيتكبده جامد جدا جدا يعني وهو دور نتمنه لرجال الأمن وندعمه ونتعهد جميعا أن احنا نساعد في تخفيف العبء عنهم والوصول إلى الساعة الكاملة بإذن الله عشان يبقى الدور المصري بيأمته احنا بص الحفلات حوالينا خارج مصر بتتعمل طب لما عملنا احنا حفلاتنا في العالمين وبالساعة الكاملة ايه كان شيء رائع جدا وناجح جدا وبينت يعني قوطك النعمة الفنية الكرة يعني تستحق هذه المعاملة الكرة تستحق عشان كده حتى نخبة من الأساتذ النقاد الرياضيين الكبار اهتموا بهذا الموضوع لكن الدكتور طرق الأدور كتب في الجمهورية التخطيط يحقق الرياضة الكروية وتحدث عن مشاكل ما تمر بين الكرة وقال وقد قلت مرارا أن هناك مشكلة تنأثرت كثيرا على الكرة المصرية لمدة 12 عاما متتالية حتى الآن وهي غياب الجمهير التي هي وقود كرة القدم وصورتها الحقيقية عن المدرجات وعدم التوصل إلى الحلول التي تعيد الجمهير للملاعب بالساعة الكاملة ودون قيود ورغم ثقتنا دكتور الأدور ورغم ثقتنا في أن الأمر كان يخص في أوقات كثيرة أمن الوطن وبالتالي كان من الواجب وضع تلك القيود من أجل أمن الوطن الأهم جدا من كرة القدم نفسها ولكن طال الوقت كثيرا لوضع الضوابط وإعادة الجمهير بعد كل هذه السنوات ده كلام طريق الأدور في الجمهورية أيضا قال محمد الدمرداش كم كبير من التعليقات التي أطلقها لبعض اتجاه الدور المصري بعد سلسلة المقارنات الأخيرة بينه وبين دوريات صديقة وشقيقة في المنطقة لا يرى بعضنا ما يجري ولا يلتفت لأي نوع من التطوير أو المجهود المبزول والذي كانت آخر مظاهره الحصول على المركز الثلاثة عالميا في ترتيب الدوريات الأقوى في عشرين اتنين وعشرين وبيقول الدمرداش ولا يذهب أي منهم إلى العنصر الأساسي والفعال في المنظومة وهو الجمهور ودوره في التقويم والتقييم بالتزامه وتتبعه للقواعد والمبادئ على فكرة ده ما اختلفش كتير عن اللي أكد عليه الأستاذ حسن المستكاوي في الدعوة إلى أهمية الجمهور وقيمة ودوره قال الأستاذ حسن المستكاوي تحت عنوان أيها اللاعبون في الكرة المصرية قال اللاعبون في صناعة كرة القدم المحلية عليهم متابعة ما يجري في العالم وفي المنطقة فالأمر بات أعمق كثيرا من مجرد بطول الدوري منتخب يتآهل لكأس العالم الأمر الآن هو استخدام كرة القدم في تحقيق إيرادات مزهلة وفي تصدير واحدة من أهم القوى النعمة للدول الآن وبما يحول الأنظار إلى الدولة والتي وإلى قدراتها وإلى فرص الاستثمار فيها وفي قراتها وفي اقتصادها هل يرى لعبون ذلك اللاعبون في المسابعة النفسها مش البلايرز مش الفن اللي بيلعبوا في المسابعة كل اللعيبة المتدخلين في المسابعة بيقول الأستاذ حسن مستكاوي كل دولة الآن تدرك أن حدودها لم تعد كافية في السياسة والاقتصاد والرياضة والفن وأنها يجب أن تلحق بالأقليم توجهت أندية انجليزية وإسبانية وإيطالية إلى الشرق الأقصى الأسيوي وإلى أمريكا الشمالية بحثا عن شعبية وموارد إضافية الماني يونيتد مازال رقم واحد في القيمة التسوقية لأنه راح اليابان بدري بيقول هذا عالم يصغر كلما مضت أعوام وكلما كبرنا بيقول حسن مستكاوي الدور المصري قوة نعمة والأهل والزمال القوتان نعمتان وهذا ينافس قوة الدراما المصرية النعمة وهذا ليس كلاما متحيزا لمصرياتي فالأشقاء العرب يرون ذلك ويدركونه ويرحبون بالدراما المصرية وبنجوم الفن والثقافة والموسيقى المصريين علينا بدورنا أن نعزز من قوتنا النعمة وأن نسقط تلك الحساسيات التي في العقول فمن حق الدول أن تعزز قواها الاقتصادية والسيحية والصناعية والقومية والعسكرية حق أصيل لكل دولة تجاه شعبية ولذلك يجب أن ينطفض كل من يعمل في صناعة كرة القدم المصرية لتنميتها وتقويتها مش اللي قاله زمالك بس كل الأندية اللي في المحافظات يعني تعاد السكندار الإسماعيلي المنصور التفاكر المنصورة ده ما كان تروح تلعب ماتش في المنصورة كان بيبقى المدرجات عاملة ازاي المحلة ما فيش نادي شعبي بيمثل المحافظة اللي عنده هذا الزخم بيتقفل الأستاذ بتاعه بيتقفل بالضبط بالضبط فانت حارم الشعوب دي من أنها تمارس أو الجماهير دي اللي في المحافظات أنها تمارس شغفها في تشجيع فرقها وفي نفس الوقت بمطلع عجال من اللعيبة مش دريانة يعني جمهور جمهور وتأثير عليهم فأصبحوا فعلا عملية هات مفيش خد ومعظم الأحوات يعني أنت كان زمان يقولك لما كنا نتعاد من عرش ننزل للشارع من خجلنا من الجمهور مش من خوفنا من خجلنا طبعا محرجي لأن جران ويكلموه حالة جميلة كانت في الشارع المصري الكروي نتمنى أن تنجح هذه المحاولات وتمنى أن الأندية تحط كل قدراتها مع الأمن إزاي نساهل عليهم المهمة ونتمنى من جماهيرنا أنها تاعي تماما أن ترفز من بين صفوفها اللي عايزين يفسدوا هذه التجربة ده كلام مهم جدا نطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل